فرانس بريس بالتأكيد الأمور واضحة للعيان أنه هناك دعم كبير دعم بتمثله الدبلوماسية القطرية الدبلوماسية القطرية بتعمل في عواصم غربية أيضا في الاتجاه دعم الجماعة تدعم بالمال وتدعم بالقوة الدبلوماسية تعلم أنه لديهم فوائد مالية كبيرة ويستطيعوا الانفاق إلى مالة نهاية نجب أن توضح حد لهذه الممارسات الأمر الآخر هو توجيه قناة كاملة للشأن المصري هذه القناة سياستها التحريرية قائمة على تقليب الوضع في مصر ومحاولة إعادة الجماعة إلى المشهد السياسي ونشر تقارير أغلبها مفبرك عن المظاهرات في الشوارع وعن أن الأمن هو الذي يقمع طوال الوقت لهذه المظاهرات لدينا الدبلوماسية القطرية ولدينا الزراع الإعلامي هو الذي هذا كان مضمون أعتقد ما جرى بالأمس في وزارة الخارجية عند استدعاء السفير القطري مصر تتسائل من جانبها عن أسباب كل هذا الدعم الذي لا يتفق مع قواعد العلاقات بين الأشقاء في المنطقة العربية ممكن نكون بنتكلم من شوية عن الفتاحية الأهرام أنه قطر إلى أين بالفعل هناك سوابت بيؤكد عليها الفتاحية الأهرام الفتاحية الأهرام بتقول ماذا تريد قطر من مصر بل ماذا تريد قطر من العالم العربي كله وما حقيقة الدور القطري في كل ما يتم على الساحة السياسية الآن أسئلة مهمة بتتردد بإلحاح في ذهن كل مصري بعد المواقف القطرية العديدة بخصوص الشأن المصري التي كان آخرها بيان وزارة الخارجية القطرية الأخير الذي يحمل في مضمونه تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لمصر وإصرارا على عدم احترام إرادة الشعب المصري الذي اختار طريقه نحو الديمقراطية الحقيقية والمستقبل الآمن عبر خارطة محددة بدأ تنفيذها بالفعل برغم محاولات الإرهاب التي تمارسها جماعة الإخوان ضده هنا أستاذ عزة السؤال الإصرار رغم الإصرار الكبير لماذا كل الإصرار ده في رأي حضرتك موقف تلو الآخر من قطر وفي تحدي أنا الملاحظ يمكن هنا في رأي الأهرام أنك بتكلمي على مسألة أنه الدور القطري بشكل عام في المنطقة العربية هو اللي يطرح أيضا علامات استفهام موقفها في ليبيا وفي سوريا ودعمها للجامعات الإرهابية اللي هنشوف يمكن النهاردة في عرضنا أنه حالة من التفشي للتنظيمات الإرهابية التي حصلت على تمويل قطري بشكل واضح خاصة في سوريا واليوم هناك حالة في العراق أصبحت تهدد الأمن القوم العربي بشكل سافر وبشكل واضح بيقودها تنظيمات لا أحد يعرف أين تأتي كل هذه الأموال إلى مصدرها الرئيسي من الواضح أنها تأتي من جهات محددة تريد رسم خريطة جديدة للمنطقة وتريد رسم أدوار جديدة لدول أقل شأنا من الدول الكبرى في المنطقة يعني يمكن زي ما كلمنا عن الأهرام أن الأهم هو التأكيد على القطريين أن مصر هي الضامنة مهمة للأشقاء في الخليج وجزء أساسي من الأمن القوم العربي لأن الأمن الخليج مسؤولية مصرية عربية وهذا أعتقد ما تم التأكيد عليه للسفير القطري أن مصر الدولة الكبيرة الشقيقة الكبيرة في المنطقة هي ضامن رئيسي لأمن الخليج وبالتالي عندما تقوم دولة مثل قطر بمحاولة زعزعة أمن دولة كبيرة في المنطقة فهذا يؤثر على مجمل الحالة الأمنية وحالة الأمن القوم العربي في المنطقة كلها الرسالة واضحة الرسالة تحتاج إلى أن تروي من أرقادة قطرية في مرجعة المواقف حتى لو كانت لديهم مواقف أيدولوجية لمساندة بعض الأطراف فهذا لا يليق في التعامل مع إرادة 90 مليون في مصر بالفعل يؤيدون التوجه الجديد نحو خريطة جديدة للمستقبل مصر